اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي موقع دولي يسمى موقع نومبيو هذا معني ويعنى بالمستوى المعيشي بدراسة المستوى المعيشي تقديم احصائك بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية في دول العالم هذا الموقع اللي بناس متخصصين وباحثين متخصصين وهو مهمتة هذه ويعمل فيها منذ سنوات طويلة منذ عقود طويلة هذا الموقع صنف العراق بالمرتبة الثالثة وأعود يعني أكررها صنف العراق بالمرتبة الثالثة كأسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية بالعالم وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 هذه السنة بالناس قال إن العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول من بين 94 دولة بالمرتبة 94 هي بنقلادش وبالمرتبة 93 هي بنزولة وبالمرتبة 92 العراق معلأسف يعني 92 و93 و94 هذه الثلاثة مراتب الأخيرة العراق في المرتبة 92 عالمية من بين 94 دولة العراق بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول من حيث حصل العراق على 43 فارزة 46 نقطة فقط متقدما فقط على فنزولة وبنقلادش هذا يعني جئته بحديث موقع أو بتقرير موقع نومبيو لأنه هناك حديث لوزير الصحة ووزارة الصحة عن التطور والنهوض ووزير الصحة الحالي في حكومة حمد الشيع السوداني تحدث عن التطور الرهيب الذي يحدث في وزارة الصحة والإنجازات الكبيرة طبعا علينا نقول أن كل القطاعات مهما كانت صحية غير صحية تعليمية خدمية مواصلات كهرباء نقل تعليم أي شيء نحتاج إلى بناء التحتية ونحن خلال 20 سنة التي مضت منذ احتلال العراق لغاية الآن عام 2023 بعد 20 سنة البناء التحتية انتهت التي كانت يعني كان العراق قد بناها بناء تراكميا منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003 بناء تراكمي بغض النظر عن شكل الحكومات ملكية جمهورية يحكمها حزب واحد يحكمها قائد واحد ما لن نعلاقه بهذا الموضوع لكن كان البناء تراكمي والبناء التحتية كانت تؤسس لكل القطاعات هكذا ببناء تراكمي عندما جاء 2003 تركت هذه البناء التحتية بل خربت ودمرت وانتهت كاملا فانت عندما تحتاج الى بناء قطاعا ما والنهوض بقطاعا ما ان تذهب الى البناء التحتية لانه ما موجودة بناء تحتية ان تبني بناء تحتية وبناء البناء التحتية يحتاج الى اموال كبيرة وجهود كبيرة وعقليات كبيرة واستثمارات كبيرة وهذه غير متوفرة في العراق موال مو غير متوفرة الشركات تقبل بهذا لا لا لكن الفساد والخراب والدمار والسياسات الاقتصادية الفوضوية غير موجودة كل هذه تعمل والهدف الأساسي من وجود العملية السياسية وتدمير العراق وتخريبه تعمل على عالم بناء بناء تحتية وحجم التخصيصات في الموازنات السنوية أيضاً مبلغ صغير جداً ضئيلة لا يقدر بشيء يعني ولا يقدر بالنهوض بالبناء التحتية هذه تحتاج إلى مبالغ كبيرة من الموازنات تخصص للنهوض بالبناء التحتية ولا يمكن النهوض بالقطاع واحد فقط وترك كل القطاعات لأن القطاعات كلها تتصرب على بعضها هي مثل أواني مستطيلة هذه سموها المستطرقة مثل أواني مستطرقة كلها تنفذ على بعضها فأنت إذا تحتاج أن تطور قطاعاً ما عليك أن تطور كل القطاعات أن تطور قطاع الصناع عليك أن تطور قطاع المواصلات لأن أنت تحتاج إلى المواصلات تحتاج إلى كهرباء تحتاج إلى كل هذه القضايا تحتاج إلى تنمية قطاع التعليم يجب أن تحتاج إلى تنمية قطاع البناء والإسكان والطرق والمستشفيات كل هذا وكل شيء مرتبط بكل شيء فأنت تحتاج إلى النهوض بكل القطاعات ألا هذا يحصل في العراق أبداً جداً ولم يحصل في العراق ولن يعصل فيه في ظل هؤلاء والعملية السياسية فالبنى التحتية في كل المجالات ومن بينها المجال الصحي تهالكت إهمال وتخلف والأمر هذا جعل القطاع الخاص في بعض القطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي وهذا القطاع الخاص في العراق مملوك للقوى السلطة من وزراء ونواب وميليشيات فبالتالي هم يكسبون إذا ما انهار القطاع العام وهم نهضوا أو كان لديهم البديل الذي يدفعون الناس إليه بالصحة هناك مستشفىات أهلية كثيرة تطورها أكثر من تطور مستشفىات القطاع العام القطاع العام مهمة جدا وهذه شوية تطور بها وطور رواتب أكثر ونظافتها أكثر وكذا فالمواطن اللي عنده فلوس يذهب إليها لكن يدفع مبالغ كبيرة جدا جدا قد يبعدون من وراها فالقطاع الخاص نمى في هذه القضايا فقط على أساس مشروع تجاري يدر على الناس فلوس وهذا ما يفعلونه بالجامعات الخاصة وكذا مستوى الخدمات مستوى الشيء يقدمون هذه أسوأ ما يمكن طبعا كثيرين يدخلون إلى مستشفيات الخاصة هذه ويخرجون معواقين لأنه يعني هم ينظرون لها إلى أنها مشروع اقتصادي فقط يدر عليهم الأموال لذلك لا يعني لا يهتمون بمستوى تقديم الخدمات ويكون عالية أبدا هناك بهرجة وهناك مظاهر ليس أكثر هذا واقع الحالة حقيقة فبالتالي القطاع العام يعني ثلاثة أربع العراقيين المرضى إذا كانوا يمتلكون أموال يذهبون إلى القطاع الخاص ويتركون القطاع العام لأن القطاع العام يعرفون أنه يعني غير مجدي وغير فبالتالي يعني حتى لا يلامون يذهبون إلى هذا القطاع وهم يعرفون أيضا أنه هذا القطاع الخاص لن يداويهم ولن يضيف إليهم شيئا لكن على الأقل ربما إنجازاته أسرع لأن تدفع فلوس والقطاع العام في هذه المستشفيات دوام محدود من ساعة الثمانية الصبع لساعة الثانية 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 وظهور تنتهي دوام صباحي فقط أما أنت إذا المواطنة راقة مرض أو صارت لحالة طارئة بالليل فيذهب إلى الطوارئ وهذه الطوارئ مشكلة هي المستشفيات العامة بشكل عام مستشفيات بكل قوتها العامة القطاع العام لا يفعلوا شيئا طيب إذا كان الطوارئ شعبة الطوارئ فحدثوا لا حرج هذه مشكلة كبيرة وشاهدنا الكثير من هذه القصص وسمعنا الكثير من هذه القصص وطبعا تقدم لهم أسوأ الخدمات هالذا قدمت لذلك يذهبون للجوء إلى القطاع الخاص الأمر الذي يحملهم تكاليف أخرى ونتائج سيئة أيضا وفقا لكل ذلك يأتي حديث وزير الصح الحالي في حكومة محمد الشيعة السوداني يعني تطوير الكبير في الرعاية الصحية في العراق هو يتحدث بلغة السين والسوفة والمستقبل لا أعرف كيف يتحدث لدينا 45 مستشفى في قيد الإنشاء وهذا الكلام سمعناه من كثيرين سمعناه من وزراء صحة كثير من مسؤولين كثيرين في الحكومة من رؤساء حكومات وبالنتيجة لم يحصل العراق على شيء وكأنها أبر مخدرة ونسبة الإنجاز كذا وتحت الإنجاز وصناعة الأدوية عندما تسمع حديث عن صناعة الأدوية تقول أن العراق واحد من أفضل دول المنطقة في صناعة الدواء يعني واحد من عمالقة صناعة الدواء ليس عن مستوى المحلي لكن مستوى الإقليم وأنت حبيت أن أسفرهم ما تقدر تنتجها يعني أتحدث عن صناعة الدواء بطريقة غريبة عجيبة وتحدث عن استثمارات البلد حتى تكون فيه استثمارات يجب أن يكون باستقرار سياسي البلد إذا بيه حتى يستثمر الناس يجب أن يكون باستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وعلمي وثقاثي ومجتمعي الناس يجب أن تكون مطمئنة لما موجود مون ميليشيا تتنافسها وتفرض عليها تاواتي ورشاوي وتدفعها بغير اتجاه وهذه لا تنتجها لأنه إيران تنتجها وهذه تنتجها لأنه بسعر كذا لأنه رح أن تزهر فلان مكان وهذه تنتجها سيئة وهذه تنتجها سيئة وهذه تنتجها بفلان منطقة لا تنتجها بفلان منطقة لأنه طائفيا مريدها تروح في ديش المنطقة هكذا يتصرفون وهكذا هي العقلية التي تحكم العراق لذلك العراق من خراب إلى خراب فمن يتحدث عن نهوب عليه أن يكون دقيقا في حديثه وعليه أن يكون يعني واعيا أنه يتكلم مع الشعب العراقي الشعب العراقي من أذكى شعوب الناس هذه حقيقة أذكى شعوب الأرض مع احترامي لكل شعوب الدنيا هذا شعبنا ونعرفه هذا الشعب اللي اخترع الحضارة اللي صنع كل شيء نعم يعاني الآن من مرض كبير في بلده لكن هذا لا يعني ولا ينفي أن العراق وشعبه هم الأصل هم من خيرة الناس وهذا البلد من أجمل بقاع الدنيا وهذا البلد سينهض على قدميه بفضل شعبه بفضل ناسه بفضل عقوله وفضل هؤلاء هؤلاء مخربين جاءوا سيطردون وينتهون وهذا كل الكذب وهذه الظاهرة الصوتية التي يحاولون الترويج لها والتي جاءت بها جاءت بها حكومة السوداني بصوت عالي ستنتهي وهي ظاهرة صوتية غير مقبولة محاولة تحاول تضليل الناس وتعميتهم وغراق الناس بالوهم مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة عزيزي المشاهدين قد انتهى ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى على ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة